اطرابات النوم هي احدى المشكلات الطبية الاكثر شيوعا فاكثر من ثلث البالغين يعانون من الاراق في فترة معينة وبين 10-15% يشكون من اطرابات النوم طويلة المدى هذا هو الموضوع الاساسي اليوم في راشدتا ولكن بداية معشو الجديد اقرت هيئة الغذاء والدواء الامريكية حساسا جديدا يتيح للمرضى المصابين بالسكري فرصة قياس مستوى السكر في الدم لفترة تصل الى 6 اشهر دون الحاجة الى وخص الاصبع ودون استخدام اجهزة قياس السكر المعتادة الحساس الجديد اطلق عليه اسم ايفرسينس اي 3 وهو عبارة عن جهاز صغير طوله اقل من 20 مليمتر يزرع بالتخدير الموضعي تحت الجلد في اعلى الذراع ويقوم بقياس السكر في الجسم كل 5 دقائق ويرسل النتائج الى الهاتف الذكي نشرت نتائج دراسة الحساس الجديد في المؤتمر العلمي لجمعية السكري الامريكية واظهرت الدراسة ان دقة نتائج الحساس جيدة وتصل الى 97.5% عند مقارنتها بنتائج قياس السكر في العيادة بالطرق المتبعة حاليا لماذا تعد هذه دراسة مهمة؟ لانه في حال نجاح هذه الحساسات على المدى الطويل فانها ستكون خطوة جيدة نحو التوصل الى جهاز صناعي يقوم بعمل البنكرياس وضخ الأنسلين في الدم وتنظيم السكر في الجسم وبالتالي تحسين صحة ملايين مرضى السكري حول العالم تعتزم شركة بيونتيك الالمانية وهي الشركة المصنعة للقاح فايزر طرح دواء يعالج سرطان الخصية عن طريق تقنية MRNA الدواء يعد من العلاجات الموجهة اي التي يتم تطويرها لعلاج مريض محدد عن طريق استقصال جزء من الخلايا السرطانية لدى هذا المريض ويطور عقار يقوم بتحفيز جهاز المناعي للقضاء على الخلايا السرطانية من دون الحاق الضرر بخلايا الجسم الطبيعية في حال نجاح جميع التجارب السريرية الحالية على هذا العقار فإنه من المتوقع أن يكون جاهزا في عام 2027 الجدير بالذكر أن شركة بيونتيك قبل كورونا كان اهتمامها الأصلي موجها نحو تطوير علاجات للأورام السرطانية وبعد ظهور الوباء حولت هذه الخبرات والتجارب التي لديها في هذا المجال نحو اكتشاف لقاح ضد كورونا في زمن قياسي بحسب مؤسس الشركة شاهين أوغور فإن الشركة لن تقف عند طرح دواء العلاج السرطان الخصية بل سيكون منطلقا لعلاجات تمتد لباقي أنواع السرطانات الأخرى العديد من الأشخاص يعانون من الأعراض طويلة الأماد لفيروس كورونا من ضمنها ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والدوخة بالإضافة إلى الإسهال ووجود مشكلات في البلع والتنفس ليس من الواضح بعد الأسباب وراء هذه الأعراض لكن دراسة جديدة أجرعها باحثون من المستشفى الجامعي جيرمان تارسي بوغول في إسبانيا قد تكون بداية لفهم هذه الأعراض طويلة الأماد حيث أظهرت الدراسة أنها قد تكون نتيجة تأثير فيروس كورونا على العصب التائه المبهم الذي يمتد من الدماغ إلى البطن مرا بالرقبة والصدر ويتصل بكل من القلب والرئتين والأمعاء وعددين من عضلات الجسم ويتحكم بالعديد من وظائف الجسم بما في ذلك التحكم في معدل ضربات القلب والكلام والتعرق وغيرها الكثير يقول الدكتور ديفيد استرين المحاضر في كليط الطب بجامعة إكستر إن هذه الدراسة تضاف إلى مجموعة متزايدة من البيانات التي تدل على أن بعض الأعراض طويلة الأمد للإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تكون بسبب تأثيرات مباشرة لهذه الإصابة على الجهاز العصب اضطرابات النوم وأهمها الأرق مشكلة معظم الأشخاص ممن يتابعوننا الآن معلوماتهم أكثر مع الدكتور صخر الزايد اختصاصي في الأمراض العصبية أهلا بك دكتور تحياتي إلك سيد زيها مولا كل سادر المشاهدين أهلا بك قبل ما نبدأ بإضطرابات النوم ونفصل فيه وبيعلاجها خلينا نحكي عن مراحل النوم أي شخص بينام بيمر بمراحل من النوم العامية مثلا النوم طبعا هو حالة طبيعية فيزيولوجية تكافئ السبات تقريبا يعني تدني مستوى الوعي إلى درجة كبيرة بما يكافئ السبات ولكن السبات الطبيعي السبات الفيزيولوجي غير المرضي الذي يتكرر بشكل يومي ما يميز النوم هو الدورية النظم اليوماوي لهذه الظاهرة الفيزيولوجية وتعلق هذه الدورية بدورة الضوء والظلام على كوكبنا الأرض والنوم ظاهرة فيزيولوجية عند كل الكائنات الحية من بشر وحيوانات وحتى نباتات أيضا النوم يتحكم به ما يدعى بالساعة البيولوجية بيولوجيكا الكولوكي الموجود مركز التحكم فيها بمنطقة تسمى الوطاء الهيبوثالموس هذه المنطقة تقع خلف التصاوب البصري وبالتالي تتلقى التنبيه الضوء من خلال شبكية العين وتتأثر بدورة النور والظلام وهذا التأثير يكون متزامن مع تأثير مرافق لما تسمى الغدة الصنوبرية وهي غدة النوم موجودة خلف الهيبوثالموس هذه الغدة تفرز ناقل عصبي اسمه الميلاتونين الميلاتونين هو ناقل عصبي يسمى هرمون النوم لأنه يهيئ لمرحلة النوم يؤدي إلى استخاء الإنسان هرمون النوم يهيئ الإنسان ويهيئ دماغه للإسترخاء وما يؤدي إلى دخوله في النوم الضوء يثبت إفراز هرمون الميلاتونين على عكس الظلام يزيد من إفرازه يحرض على إفرازه من الغدة الصنوبرية لذلك هذه الدورية تصبح ليلية إذن النوم هو دورية بشكل طبيعي يفضل الغرفة المظلمة تماما طبعا أكيد هذا تفسير للظلام وتفسير الدورة اليومية وجعلنا نومكم سباتة وجعلنا الليلة لباسة ارتبط النوم دائما بالليل وهذا مذكر طبعا أيضا بالقرآن الكريم مراحل النوم النوم طبعا يقسم حسب الدراسات الفيزيولوجية الكهربائية التي أجريت على دماغ الإنسان من الخمسينات بدأت هذه الدراسات إلى مرحلة نوم حركات العين البطيئة أو الغير السريعة ونوم حركات العين السريعة نوم حركات العين غير السريعة يقسم أيضا إلى أربع مراحل المرحلة الأولى ثم الثانية الثالثة الرابعة الرابعة هي أعمق هذه المراحل من ناحية النوم المرحلة الثالثة والرابعة هي مراحل النوم العميق تصبح فيها الأمواج القشرة الدماغية أمواج بطيئة هي أمواج دلتة تسيطر هنا بينما بالمرحلة الأولى تبدأ الأمواج تنتقل من مرحلة أمواج اليقظة هي ألفة إلى تتة تزيد أيضا تتة في المرحلة الثانية ثم تتباطئ أكثر في المرحلة الثالثة الرابعة هذه هي مرحلة النوم العميق كل الأشخاص يصلون لهذه المرحلة؟ لا طبعا بعض الأمراض وبعض المشاكل الصحية وبعض طرابات النوم لا يصلون لهذه المرحلة وتكون هنا مشكلتهم الآن بعد هذه المراحل خلال طبعا مراحل النوم النانريم لماذا يسمي نانريم؟ مراقبة حركات العين تكون حركات العين قليلة جدا بطيئة تأتي بعدها مرحلة أقصر هي مرحلة نوم الريم الربد آي موفمينت يعني نوم حركات العين السريعة هنا يعود تقريبا نظم النشاط الدماغي لما نخططه على تخطيط الدماغ الكهربائي إلى النظم المشابه لليقظة تقريبا وتصبح حركات العين سريعة العين تتحرك هذه المرحلة ما قبل الاستيقاظ فينا نقول عنها؟ لا ما بالضرورة ممكن يستيقظ الإنسان بأي مرحلة من هذه المراحل هذه المرحلة تسمى مرحلة الأحلام بهذه المرحلة تأتي الأحلام على الإنسان ويصبح النوم سطحي النوم سطحي وفيه أيضا يبتظهر الأحلام وهي مرحلة عادة قصيرة مقارنة بمرحلة نوم النانريم مجموعة هذه المراحل كلياتها تقريبا يستغرق بحدود 90 إلى 120 دقيقة ثم تعود للتكرار من جديد أيضا أربع مراحل نانريم ودورة نانريم وهكذا الإنسان يمر عليه بشكل طبيعي وسطيا يوميا من أربع إلى خمس مراحل من هذه الدورات اليومية بشكل طبيعي بشكل طبيعي سريعا دكتور في حالة شخص نام 8 ساعات متوسط مدة النوم العميق كم لازم تكون؟ 25% عند البالغين طبعا عند البالغين يجب أن تكون مدة النوم العميق المرحلة الثالثة والرابعة من نانريم لا تقل عن 25% من مجمل وقت النوم نحن ننتقل مع مشاهدينا لنشوف أبرز اضطرابات النوم من خلال هذا الإنفوغرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اذا مثل ما رأتنا مشاهدينا تعددت وتنوعت اضطرابات النوم ولكن متى يمكن دكتور أن نقول عن هذا الشخص أنه فعلا مصاب بأحد اضطرابات النوم غير لما ممكن كثير نحن نكون تعبانين نمر بمراحل أنه مع ما نقدر ننام نحن بس نحن فعليا ما ننا مصابين باضطراب النوم شو تشخيص المناسب لهذه الحالة؟ أحيانا الإنسان تمر عليه بعض الظروف العابرة يعني عنده ظرف بعمله عنده ظرف عاطفي عنده مشاكل عائلية عنده مثلا سفر معين غير مكان النوم تبعه ظواهر تحدث لكل إنسان بشكل متقطع وعابر وتمر أزمة الأرق يعني تكون أيام معدودة وتنتهي ولا تسبب يعني إشكال معين عند هذا الإنسان لكن عندما تكون هذه المشكلة مزمنة طويلة الأمد يعرف الأرق المزمن مثلا كتعريف على أنه الأرق الذي يستمر أكثر من ثلاثة أشهر على أن يعاني الإنسان أكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا أكثر من ثلاثة أشهر وأكثر من ثلاثة أيام أن تكون أكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا وعلى مدار ثلاثة أشهر أصبحت مزمنة أصبحت مشكلة عميقة فعلا الإنسان يوميا يذهب إلى عمله مانه مركز مزاجه منخفض عم ينرفز إنجازه بالعمل قليل طاقته قليلة بتسبب يعني له مشاكل كثيرة حتى ممكن تسبب يعني إشكالات أكبر مثلا بقيادة السيارة ممكن تصير حوادث سير إذا كان يعمل بمثلا مركز مركز أمني معين ممكن يعمل أخطاء كبيرة حتى الأطباء الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي لما يكونوا عندهم اضطراب بالنوم وعندهم أرق تاني يمكن يغلطوا أغلاط كبيرة بحق المرضى الناس اللي يشتغلوا بالمجالات العسكرية يقال أن بعض حتى الأخطاء النووية اللي صارت كان سبب الأرق يعني أخطاء تسربات نووية وبالتالي مشاكل كبيرة على الإنسان تب شو أسباب الأرق بما أنه فتنة بموضوع الأرق الأرق تعريفا لغة مثلا هو امتناع النوم ليلا لكن طبيا هو أشمل من ذلك هو كل ما يؤثر على جودة النوم يشمل ذلك صعوبة الدخول في النوم أو عدم القدرة على الاستمرار به كالاستيقاضات المتكررة أو إذا استيقظ المريض لا يستطيع العودة إلى النوم كل هذا يمكن يعتبر هو أرق طبعا أسباب الأرق كثيرة أولا هذه الأسباب هي أن تكون بيئة النوم غير مريحة يعني الغرفة تكون مثلا درجة حرارة غير مناسبة حارة صيفا باردة شتاء الإضاءة فيها زائد عن الحاد فيها جهاز تلفزيون مثلا فيها ضوضاء ضجيج مثلا بهذه الغرفة الفراج غير مريح هذه كلنا نسميها بيئة نوم غير مريحة قد تسبب الأرق طبعا من الأسباب المهمة أيضا هو استخدام الناس الكثير للمنبهات مثل المنبهات الحاجة على الكافئين القهوة الشاي الكولا التدخين فرط التدخين حتى استخدام الكحول ممكن يسوي هذا الشيء المتة أنا بتجربة شخصية المتة قبل النوم تسبب الأرق يعني هو شرب السواء الكثيرة وممكن كمان مثلا يخل الإنسان يروح على الحمام كثير مشان للتبول أيضا هيتأثر مثل مريض السكر لما يضطروا السكر أنه يتبول ليلة كثيرا تؤثر على هذا الموضوع من الأسباب الأخرى أيضا هي الأجهزة الأجهزة الخليوي والأجهزة التواصل الحديثة الجلوس الطويل على شاشات التلفزيون مساء وجبات العشاء الثقيلة على سبيل المثال ممارسة نشاطات محفزة كثيرة قبل النوم كأن شخص يمارس الرياضة قبل النوم هذا خطأ إذا بدك تمارس الرياضة فمارسها قبل ساعات من النوم إذن هاي أسباب محيطة نعم الأسباب المرضية التي تتعلق بأمراض ممكن تكون هذه الأمراض عضوية يعني المرضى التي عندهم على سبيل المثال مشاكل بالمعدة عندهم ارتجاع بالمري يصيبون حرقة فؤاد مساء تؤثر على نوعية النوم عندهم مرضى قصور القلب لما يستلقوا مساء بدون ينام وطبعا هذا يؤثر على درجة الأكسجة عنده بتوقص الأكسجة عنده بيضطر أن يرفع وسائد تؤثر على نوعية النوم على نوعية النوم الربو يشتد ليلا عادة يعني بدورته المرضية الفيزيولوجية يزداد ليلا وبالتالي يؤثر أيضا قلق مرضى مثلا فرط نشاط الغدة الدرقية يصير عندهم أرق في أمراض اللي بتساوي ألام مزمنة يعني مثلا أمراض الروماتيزم اعتلالات الأعصاب حتى السرطانات هذول كلهم أمراض عضوية هي اللي بتساوي الأرق بعدها بنحكي عن الأمراض النفسية وهي الأهم يعني وهي أشياء على الأسباب وأشياء على الأمراض النفسية على الإطلاق يساوي أرق والاكتئاب يقال 80% من مرضى الاكتئاب يكون عنده الأرق بأي مرحلة من مرحل الاكتئاب؟ لما يشخص لما يكون وصلنا إلى تشخيص الاكتئاب طبعا الاكتئاب له كريتيريا خاصة بالتشخيص ممكن الإنسان حزله كم يوم بقول أنه هذا مكتئاب لازم يحقق معايير معينة أنه الاكتئاب يؤثر على فعالياته اليومية وعلى مزاجه وعلى شهيته وعلى نومه وإلى آخره إذا حقق معايير الاكتئاب تشخيصيا فهو داخل باكتئاب 80% من مرضى الاكتئاب يعانوا من الأرق بينما 20% هؤلاء ما يعانوا من أرق يعانوا من نعاص مفرط العكس إذلك عند اختيار للمعالجة معالجة الاكتئاب بنميز لأنه في أدوة اكتئاب بتساوي نعاص بنعطيها لللي عنده أرق في أدوة اكتئاب منشطة بالعكس بنعطيها لللي اكتئاب وبيساوي نعاص وهنا لا نعالج المريض اللي عنده أرق بسبب الاكتئاب بالمنومات هذا خطأ كبير لا نعالجه الاكتئاب وبالتالي نخلصه إن شاء الله من الاكتئاب ومن الأرق أيضا طبعا هناك أمراض نفسية أخرى ممكن تساوي مشاكل بالنوم مثل مرضى الهوس مثل مرضى الفصام نعم الشيزوفرينيا استخدام بعض الأدوية بعض الأدوية تؤدي إلى الأرق لذلك لما يجينا مريض أرق لازم نستعرض تاريخ الدوائي شو بيستخدم أدوية بعض أدوية الضغط مثل حاصرات ألفة بعض أدوية الاكتئاب مثل ما حكينا على سبيل المثال بعض أدوية الربو أيضا تسبب أرق هذه معظم الأسباب الشائعة للأرق العلاج دكتور علاج الأرق العلاج الآن نحن حكينا مثلا عن بيئة النوم غير المريحة قبل شوية العلاج المشكلة نعم أنا على الجيل المشكلة نخلي بيئة النوم مريحة غرفة هادئة أو مظلمة ما فيها ضوضاء درجة الحرارة فيها مناسبة هالإنسان بيتناول منبهات كتير الشائقة والآخر يخفف منهم يخفف من تعرضه للأجهزة المضيئة الأجهزة التي فيها تنبيه ضوئية مثل أجهزة الموبايل والتلفزيون وإلى آخره بنستعرض تاريخ الدواء إذا فيه دواء بيسوي بنلغي هذا الدواء ونغيره بنشوف أمراضه العضوية بنعمله استشارات ممكن لأعراض الأخرى المرافقة بتقول أنه هذا الإنسان مصاب بمرض عضوي معين بنعالج المرض العضوي بيتحسن عنده هذا الشيء إذا وصلنا الآن إلى بعد ما في الشيء نبحث في الأسباب النفسية هل إنسان هذا مصاب بكتئاب مصابة بهوس بمشاكل نفسية معينة تعالج المشكلة النفسية يعالج الأرق أيضا قد لا نجد سببا واضحا وهذا يسمى الأرق البديل برايمري يعني ما في سبب أو كريبتوجينيك خفل منش ليس هناك سبب واضح حتى يقال أنه هذا له أساس عائلي يعني بعض العوائل يشيع فيها الأرق أكثر من غيره هل هذه الدول المرضى ممكن قد نلجأ عندهم لبعض العلاجات الخاصة وقد نضطر لاستخدام بعض الأدوية أيضا لمعالجتهم يفضل استخدام الأدوية التي لا تسبب الإدمان على سبيل المثال الميلاتونين الميلاتونين مصنع دوائيا ومتوفر في الأسواق نفسه الهرمون على سبيل المثال يعني كمثال ممكن أيضا نعطي بعض مضادات الاكتئاب بغاية التنويم وليس علاج الاكتئاب حتى لو لم يكن مكتئاب لأنه من آثارها التنعيس والتنويم يعني في أيضا حديثا الآن ويعتبر هو الخط الأول بالمعالجة هو العلاج السلوك المعرفي الـ Cognitive Behavioral Therapy العلاج السلوك المعرفي يعني حقيقة هو فتح في الطب حديثا وخاصة بالأمراض النفسية ومن بينها الأرق يعني ما رح نحكي نطول فيه كثير بيحتاج ربما حلقة كاملة لكن نعطي بعض الأمثلة قد يستفيد منها لسادة المستمعين والمشاهدين بالنسبة للعلاج المعرفي بنرجع لهالإنسان هذا ولتاريخه النفسي وأفكاره ومعتقداته الثابتة ليش أنت بتتأرق؟ غالبا يجد المعالج النفسي أنه الإنسان هذا مشكلته أنه هو بيخاف من الأرق فبيحاول يركز المعالج النفسي على أنه يا أخي لا تخاف الأرق ما أنا مشكلة كبيرة ولا رح تدمر حياتك ولا أنا كارثة كبيرة يعني حتى لو تقرقت لفترة بتنحل هاي المشكلة حتى بيستخدمه أحيانا شيء يسمى عكس النية يعني أنت لما تروح باتجاه السرير والأنماء بدينا تمام أنا بدي أيك جكارة يعني بتاعنا فبتلاقي نفسك هديت ونمت بشكل أسهل في أيضا شيء يسمى علاج السلوكي العلاج السلوكي أشهر شيء فيه هو محاولة ربط السرير بالنوم فقط لا تستخدم السرير إلا للنوم لا تأكل على سريرك لا تستخدم الكمبيوتر على سريرك لا تقوم بوظائفك كطالب مثلا على سريرك لا تذهب إلى السرير إلا عندما تشعر بالنعاس لا نذهب للسرير لنحاول النوم نذهب لنام فقط في ناس كتير حتى بيأخذوا التلفون معهم هذا خطأ كبير سير بقلبه بالفيس أنت عندك تلفزيون عندك موبايل عندك اتصال رأيت عمله بالصالون بس خلصت انفصل كليا تروح على غرفتك اللي هي مجهزة وهادية وما فيها ضوضاء وتدفئة من يحب تروح انت نعسان بتروح تنام فيها مع الوقت بيصير عملية ربط للسرير بظاهرة النوم الصبح لازم تستيقظ أيضا بساعة محددة يعني حدد ساعات النوم وساعات الاستيقال لما تضل بسريرك أكثر من عشر دقائق وما إيجاك النوم ترك السرير وروح توجه للصالون لغرفة تانية لبين ما تنعس مع الوقت هيا مفيدة كتير هذا يسمى العلاج السلوكي المعرفي نعم دكتور نحن بنا نتوقف مع فاصل مشاهدين أبقوا معنا فاصل قصير ونعود أهلا بكم الجديد نحن كي بهذا القسم من الحلقة عن الشخير وعن الأحلام دكتور هل يعدوا من اضطرابات النوم؟ نعم بالتصانيف الحديثة يدخل الشخير نعم ضمن تصنيف اضطرابات المتعلقة بالنوم حكينا عن الأرق قبل شوي كل أرق يقابل نعاس نهاري مثرط يقابل نهار فيه نعاس وفيه نقص مزاج ونقص طاقة ونقص حيوية والآخر الآن هناك بعض اضطرابات النوم متعلقة بالضرابة التنفس وعلى رأسها الشخير ومتلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ومتلازمة انقطاع النفس المركزي أثناء النوم عند هؤلاء الناس وهي مصنفة طبعا ضمن الأمراض النوم أيضا طرابات النوم ليلا كشخير عادة الناس بدينين عندهم مشاكل بمستوى طريق التنفس العلوي كان عندهم مثلا مشاكل بالقرينات الأنفية عندهم ناميات هذول المرضى البدينين بيكون عندهم الإنسان لما يكون بدين بدانته ما بس خارجية كمان داخلية نفس الشت الداخلية بتكون بدينة كمان فبيتحرك سقف الحنك لورا بيصير بيهتز أثناء التنفس بيطلع هذا الصوت طبعا هذا الصوت يؤدي إلى التقليل من عمق النوم هلا حكينا قبل شوي على مراحل النوم لما بينقص الأكسجين الدماغ لا يستطيع الوصول للمراحل العميقة من النوم وبالتالي هذا الإنسان اللي بيشخر بالليل راح يستيقظ الصبح حس حاله منه نايم رغم أنه وصل نايم 8 ولا 9 ولا حتى 10 ساعة بيفيق مكسر تعبان وكأنه أنا ما نمت بالليل لأنه بدنا نحل مشكلة الشخير نحل مشكلة الشخير المفروض نفيقه لهذا الشخص اللي نايم هلا فيقته وبعدين نرجع شخار يعني هلا ما نحلت المشكلة بأنك فيقته يعني المشكلة مزمنة عادة المشكلة هي قد تصل إلى مستوى الشخير هذا يعني إلى مستوى انقطاع النفس الإنسدادي بنسميتنا يعني هذا الشخير والتقطيع بالتنفس قد يصل إلى انقطاع بتمروا فترات من انقطاع النفس وهون تصير خطورة هذول الناس بيتعرضوا لارتفاع بضغطهم الشرياني وممكن يصير عندهم حوادث وعاية دماغية حتى جلطات يعني لهذا المستوى وهذول بيتشخصوا عادة من خلال أنه بيناموا ليلة بمخبر النوم بينحطوا على الجهاز اسمه البوليسومنغرافي بيتخطط الدماغ وحركات العين وبينحط ميكروفون جنب الفم بيسجل كمان أصوات التنفس خلال النوم وبنراقب هالتغيرات اللي تصير على الدماغ وعلى تنفس الانسان خلال النوم بينحط تشخيص متلازمة انقطاع النفس النوم الانسدادي بنجي على حلة هالأحيانا يكون الحل بسيط يعني المشكلة اللي عم تعيق التنفس بسيطة يعني شخص أو طفل أو شاب عنده ناميات ولا مشاكل بالبلعوم ولا غيره سوى عمل جراحي بسيط من حلة المشكلة على سبيل المثال أو حتى بعض الناس يتعرضوا للجراحات أكتر يعني بيساوي عملية تجريف أوسع تخفيف الوزن عند البدين قد يحل المشكلة ننصح الناس هدول انه ما بيناموا على ظهر لا تنام على ظهرك لما تنام على ظهرك بترجع الأنسجة الرخوة بتسكر طريق التنفس نام على الطرف نام على جنب على الجنب بيناموا على جنب دائما ممكن حتى بيتزودوا ببعض الميلاتونين حتى مساء ممكن يساعدون يعني ممكن نعطيهم بعض البخاخات المضادلة للحساسية اللي بتفتح الطريق التنفسي عندهم بالأخير إذا ما قدرنا نلاقي حل فهناك حل جدري هو الجهاز بنسمينا إحنا السباب الكونتونيوس بوزيتف ايروي براشر يعني جهاز التنفس الإيجابي الضغط بيسموه قناع أنفي بينحط أثناء النوم على أنف المريض وبيعطيه تنفس بضغط إيجابي بيخلي المجرى التنفسي مفتوح بيخلي نسبة الأكسجة عنده عالية ومنحة وبالتالي نام بعمق وبيرتاح هذا فيما يخص متلازمة انقطاع النفس النوم الإنسدادي والشخي بالنسبة للأحلام يعني كتير نسبة من الناس بتحلم أثناء النوم وهي الأحلام بتحسها عايشين بالواقع يعني كأنه كأنه تعبان مرهق إن كان عم يرقود بالمنام أو شي فأيضا بيأثر على جودة النوم أكيد الأحلام تندرج ضمن ما يسمى بأخطال النوم البارسومنية اللي بتضمن هي المشي أثناء النوم بتضمن الكلام أثناء النوم وتضمن الكوابيس بشكل خاص وتضمن نوبة الرعب النومية اللي بتصيب الأطفال بشكل خاص الكوابيس لما تكون طبعا الكوابيس هي من اضطرابات نوم الريم يعني فيه إشكالية بنوم الريم عند هذا الانسان لما يصير عنده نوم الريم هذا بيصير فيه خلل بآلية نوم الريم تتشكل عنده هاي الكوابيس لما تكون الكوابيس بفترات متباعدة وما بتساوي إشكال كبير للإنسان نفسيا يعني ما بترده نفسيا ما بتساوي مشاكل كبيرة لكن في ناس عندهم الكابوس يومي متكرر وغالبا نفس الكابوس لدرجة يصير يخاف أن ينام يعني يخاف يروح للنوم لأنه راح يشوف الكابوس نفسه راح يتكرر عنده هون هذا يستحق أنه يراجع للطبيب ويعالج أما بالنسبة للأحلام الصبيعية عادة حتى بعض الأحلام محمودة وبعض الناس يفيقهم بعض الأحلام مبسوطين وفي تفاسير دينية لموضوع الأحلام يعني ما ببنا ندخل فيها لنحكي ضمن الجانب الطبي الكابوس المزعج والمتكرر يستحق المعالج ممكن يكون له جذر نفسي هذا الموضوع طبعا الناس اللي عندهم إشكالات عندهم ضغوط نفسية عندهم مشاكل عائلية كتير بيتعرضوا للكوابيس تماما كمان من البراسومنيا أو أخطال النوم مثلا ممكن المشي أثناء النوم يعني الإنسان يقوم ليلا يمشي ممكن يساوي حتى أفعال يعتقد البعض أنه هي واعية يفوت على المطبخ يطبخ أكل قد يغادر بعضهم البيت كم نسبته هيدا دكتور؟ قليل شوى يعني هو معنه كتير شاء بس بالمسلسلات صارت الأدبيات وروايات يتبالغ فيه لدرجة الواحد قد يقوم ليلا ويرتكب جريم ويعود إلى فراشه ولا يتذكر شيئا من ميزة أخطال النوم الإنسان ما بيتذكر عنه شيئا نهائيا أخطال النوم اللي هي المشي أثناء النوم ما بيتذكر بنوم شو صار معه يعني بهذا يعني اضطرابات النوم متعددة ولكن أوجزنا أهمة خلال حلقة ممكن نسينا نعرجع على اضطراب الساعة البيروجية لأسف ندها الوقت نسبة لي وقت البرنامج شكرا لك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا تحياتي مشاهدينا لهون بتخلص حلقة راشد تشوفونا الأسبوع المقبل بنفس الوقت إلى اللقاء اشتركوا في القناة